لم يعد بمقدور المبعوث الأمم إلى اليمن مارتن غيري فيث ورئيس فريق مراقب وقف إطلاق النار الجنرال ميكل لولي صغار إحراز أي تقدم في مسار الحل السياسي في مدينة الحديدة ذلك أن الميليشيا الانقلابية التابعة لإيران أغلقت مسارات الحل السياسي والسلمي ورفضت مناقشة أي أفكار ستسهم في تقريب وجهات النظر وفكفكة العراقيل أمام تطبيق الاتفاق الميليشيا رفضت أيضا الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة الثلاثة وصعدت عسكريا بالسهداف المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان مسارات الحل العسكري أصبحت مفتوحة على مصراعيها بعد التصعيد العسكري الخطير الذي انتهجته الميليشيا الانقلابية من خلال تعززاتها العسكرية نحو الشرق وجنوب مدينة الحديدة التعززات العسكرية التي دفعت بها الميليشيا تابعها قصف مدفعي مكثف على الأحياء السكنية خلف عشرات الضحايا من المدنيين ما تمارسه الميليشيا الانقلابية من هجمات يومية لم تعد تندرج تحت مسمى الخروقات بل هي حرب واسعة في المفهوم العسكري أغلقت الميليشيا الانقلابية مسارات الحل السياسي والسلمي وفتحت معها مسارات الحل العسكري بتصعيدها العسكري الخطير جنوب مدينة الحديدة ووضعت المبعوثة الأممية ورئيس فريق مراقبة وقف إطلاق النار في الزاوية الحرجة فهل سيكون لهم موقف واضح أم سيظلون في مربع المداهنات محمد الحذيفي الإخبارية